بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا وكما تتولى الصورة نصيبها من تنظيم المجتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجاهلية وبيان معنى الدين وحد الإيمان وشرط الإسلام وترتب على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والتوجيهات التي أسلفنا بيانها بصفة عامة وتتولى دفع شبهات اليهود وكيدهم وبخاصة فيما يتعلق بصحة الرسالة فهي كذلك تتولى بعض مقومات التصور الإسلامي الأساسية وتجل عنها الغبش وتبين ما في عقيدة أهل الكتاب من النصارى من غلو بعد دفع المقولات اليهودية الكاذبة عن عيسى عليه السلام وأمه الطاهرة وتقرر وحدة الألوهية وحقيقة العبودية وتبين حقيقة قدر الله وعلاقته بخلقه وحقيقة الأجل وعلاقته بقدر الله وحدود ما يغفره الله من الذنوب وحدود التوبة وحقيقتها وقواعد العمل والجزاء إلى آخر هذه المقومات الاعتقادية الأصيلة وذلك في مثل هذه النصوص إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميدوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ثم إن الأسس الأخلاقية الرفيعة التي يقام عليها بناء المجتمع المسلم والصورة تعرض من هذه الأسس جمهرة صالحة سبقت الإشارة إلى بعضها فالعنصر الأخلاقي أصيل وعميق في كيان التصور الإسلامي وفي كيان المجتمع المسلم بحيث لا يخلو منه جانب من جوانب الحياة ونشاطها كله ونحن نكتفي هنا بالإشارة السريعة المجملة إلى بعض الأسس المستمدة من هذا العنصر الأصيل في حياة الجماعة المسلمة بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من محتويات الصورة إنه مجتمع يقوم على العبودية لله وحده فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد في أي صورة من صور العبودية المتحققة في كل نظام على وجه الأرض ما عدا النظام الإسلامي الذي تتوحد فيه الألوهية وتتمخض لله فلا تخلع خاصية من خواصها على أحد من عباده ولا يدين بها الناس لأحد من عبيده ومن هذه الحرية تنطلق الفضائل كلها وتنطلق الأخلاقيات كلها لأن مرجعها جميعا إلى ابتغاء رضوان الله ومرتقاها ممتد إلى التحلي بأخلاق الله وهي مبرأة إذن من النفاق والرياء والتطلع إلى غير وجه الله وهذا هو الأصل الكبير في أخلاقية الإسلام وفي فضائل المجتمع المسلم ثم ترد بعض مفردات العنصر الأخلاقي إلى جانب ذلك الأصل الكبير في الصورة فهو مجتمع يقوم على الأمانة والعدل وعدم أكل الأموال بالباطل وعدم النجوة والتآمر إلا في معروف وعدم الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والشفاعة الحسنة والتحية الحسنة ومنع الفاحشة وتحريم السفاح والمخادنة وعدم الإختيال والفخر والرياء والبخل والحسد والغل كما يقوم على التكافل والتعاون والتناصح والتسامح والنخوة والنجدة وطاعة القيادة التي لها وحدها حق الطاعة إلى آخره وقد سبق ذكر معظم النصوص التي تشير إلى هذه الأسس وسيرد تفصيلها عند استعراضها في موضعها من السياق فنكتفي هنا بالإشارة إلى الحادث الفذ الذي يشير إلى القمة السامقة التي تتطلع إليها أنظار الإنسانية وتظل تتطلع ولا تبلغ إليها أبدا كما لم تبلغ إليها قط إلا في ظل هذا المنهج الفريد العجيب في الوقت الذي كانت يهود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه وللصف المسلم وقيادته كان القرآن يصنع الأمة المسلمة على عين الله فيرتفع بتصوراتها وأخلاقها ونظامها وإجراءاتها إلى القمة السامقة وكان يعالج حادثا يتعلق بيهودي فرد هذا العلاج الذي سنذكره كان الله يأمر الأمة المسلمة بالأمانة المطلقة وبالعدل المطلق بين الناس الناس على اختلاف أجناسهم وعقائدهم وقومياتهم وأوطانهم كان يقول لهم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وكان يقول لهم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ثم كانت الآيات ذوات العدد من القرآن تتنزل لإنصاف يهودي فرد من اتهام ظالم وجهته إليه عصبة من المسلمين من الأنصار ممن لم ترسخ في قلوبهم هذه المبادئ السامقة بعد ولم تتخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية كل الخلوص فدفعتهم عصبية الدم والعشيرة إلى تبرئة أحدهم باتهام هذا اليهودي والتواطئ على اتهامه والشهادة ضده في حادث سرقة درع أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقضي عليه بحد السرقة ويبرئ الفاعل الأصلي تنزلت هذه الآيات ذوات العدد فيها عتاب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها إنحاء باللائمة على العصبة من أهل المدينة الذين آهوا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه انصافا ليهودي من تلك الفئة التي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء وتنصب لدعوته وتكيد له وللمسلمين هذا الكيد اللئيم وفيها تهديد وإنذار لمن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة وفيها من ثم تلك النقلة العجيبة إلى تلك القمة السامقة وتلك الإشارة الوضيئة إلى ذلك المرتقى الصاعد لقد تنزلت هذه الآيات كلها في حادث ذلك اليهودي من يهود إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فماذا؟ ماذا يملك الإنسان أن يقول؟ إلا أنه المنهج الفريد الذي يملك وحده أن يلتقط الجماعة البشرية من سفح الجاهلية ذاك فيرتقي بها في ذلك المرتقى الصاعد فيبلغ بها إلى تلك القمة السامقة في مثل هذا الزمن القصير والآن نكتفي بهذه التقدمة للصورة وموضوعاتها وخط سيرها وقد أشرنا إلى ذلك الحشد من الحقائق والتصورات والتوجيهات والتشريعات التي تتضمنها مجرد إشارة عسى أن نبلغ شيئا في بيانها التفصيلي عند استعراض النصوص في مكانها من السياق والله الموفق اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر